من المكلف بتحقيق هذه المعاني وترسيخها والعناية بها هل هم الأفراد أو الجماعات أم الدولة والأفراد جميعا و كيف يتحقق ذلك سأبدأ بهذا السؤال الأخير مسؤولية من الحقيقة أنها مسؤولية الجميع فهي مسؤولية الأفراد وهي مسؤولية المجتمع و هي مسؤولية المؤسسات العامة و الخاصة ليس أحد من هؤلاء خلوا من تحمل قصته من المسؤولية بإزاء بناء الوطن بالتزام هذه المأمورات و اجتناب المنهيات التي يمكن أن تهد أركان المجتمع فالفرد بصلاحه في نفسه و بأمره بالمعروف و بحسن تدينه و بنهيه عن المنكر و باتباعه للحق و بمنع نفسه من ظلم الغير مع سعيه إلى الحصول على حقه و مع أخذه بأسباب التعلم و التزامه بالإصلاح فإنه شريك لا يمكن أن يستغنى عنه في سبيل بناء الوطن لكن ذلك لا يكفي فإن هذه الأسس لا يمكن أن يقوم بهذه المأمورات لا يقتصر مقتضاها على الفرد وحده بل لا بد أن ينوأ بها المجتمع أيضا لا بد أن تتحمل المسؤوليات العامة و الخاصة قسطها من هذه المسؤولية و لهذا نجد رسول الله صلى الله عليه و سلم يغرس هذا المعنى ألا كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته و الرجل راع في بيته و هو مسؤول عن رعيته و المرأة راعية في مال زوجها و هي مسؤولة عن رعيتها و الخادم راع في مال سيده و هو مسؤول عن رعيته ألا كلكم راع فإذن هي مسؤولية الجميع و لا يمكن أن نبلغ بأوطاننا المستوى الحضاري الذي نرتضيه لوطننا دون أن يؤدي كل واحد منا مسؤوليته و أن يتحمل قسطة سأضرب لذلك بعض الأمثلة على سبيل المثال حينما نقول العدل قد يلتزم المرء في نفسه حينما يطالب بحقوقه بالعدل لكنه يطفف في الكيل حينما يؤمر بتأدية الحقوق إلى غيره و هذا من أسوأ أنواع الظلم و مجانفة العدل فالله تبارك و تعالى يقول وين للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون و إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون فصاحب السلطة أيا كانت هذه السلطة ليس له أن يحابي قريبا أو أن يجانف مبدأ العدل أو أن يستأثر لنفسه و لا يراعي بني وطنه و لا ينصفهم في تلك السلطة التي خول إياها لأنه إن فعل ذلك فهذا من الظلم و الفساد هذا الذي يصلط على مال عام على سبيل المثال فإن عليه أن يكون ذا علم و أمانة إن لم يكن أمينا فإن ذلك يعني أنه خائن للأمانة و أنه مقارف لما يسخط الله تبارك و تعالى بمجاوزته لحدود العدل و بظلمه فيما خول إياه و لذلك فإن عليه لزوما أن يكون حريصا على وضع ذلك المال في المحل الصحيح الموافق لما فيه بناء للوطن و صلاح للمواطنين و نجاح لأحوال المجتمع ليس له أن يبدد هذا المال في السفه و اللهو عليه أن يراعي الأولويات التي يحتاج إليها المجتمع و التي تحقق للناس ما يبتغونه من كفاف و رضا و عيش هادئ كريم ما يحفظ لهم كرامتهم ما يدعوهم إلى مزيد من الإنتاج و العمل لا أن يسيء في هذه السلطة التي خول إياها فإذا به يبعثر هذا المال يمنة و يسرة غير مبال بحدود و لا بشرع و لا بمبادئ للعدل أو أن يكون جاهلا من الجهال و إذا به بعد ذلك يسيء في هذه السلطة التي هي تحت يده و كذا الحال فيما يتعلق بمختلف الإدارات و المسؤوليات و الأمانات التي يخول إياها أخذ على سبيل المثال أيضا أرباب الأموال أصحاب الشركات و المؤسسات هل من الإنصاف أن يتركوا أبناء وطنهم يبحثون عن الأعمال و يتكففون الناس و يسألون و هم مؤهلون قادرون على أداء وظائف في هذه الشركات الكبرى و المؤسسات ذات رؤوس الأموال الكبيرة و ذات العمالة الكثيرة لكنه يؤثر غير بني وطنه بهذه الوظائف هل هذا من الإنصاف و العدل هل هذا من تقدير ما يحتاج إليه الوطن هل هذا يتناسب مع العلم الذي نتحدث عنه هل يتناسب مع مبدأ التزام الحق و التمسك به أن يترك بني مجتمعه و أن يترك أبناء وطنه لا يجدون في عيشهم كفافا و قد تعلموا و بذلوا و اكتسبوا من المهارات و إذا بالمؤسسة التي يديرها أو يملكها أو الشركة التي يملكها إذا بها توظف المئات و قد توظف الآلاف من غير بني وطنه و كأن هؤلاء المواطنين لا يصلحون لمثل هذه الوظائف أو كأنه يقصد أن يكونوا في عوز شديد و أن لا يلتفت إلى احتياجاتهم و أن لا ينصفهم من نفسه و لا مما من الله تبارك و تعالى به عليه من بسطة في الرزق فهذه المبادئ و القيم و لما نتعرض بعد للمنهيات هذه كفيلة ببناء الأوطان بناء راشد يحقق للناس العيش الكريم و يمكن أيضا بني الوطن من تشجيد صروح مجتمعاتهم على أسس صحيحة سليمة تؤدي بهم أيضا إلى ما كنا سنتحدث عنه إن اتسع الوقت من الأسس الخلقية اللازمة لحفظ قوام هذه المجتمعات